اهلا بكم في الضفة الغربية المحتلة قبور مفتوحة قبور تنتظر جثامين احتجزها الاحتلال الاسرائيلي ومن وقت لآخر ينظم الأهالي مظاهرات للمطالبة بإعادة الجثامين لدفنها وإغلاق ملف القبور المفتوحة يزورون قبرا فارغا هو قبر ابنهم الشهيد بلال الرواجب قتله الاحتلال قبل شهور وحجز جثمانه عائلة بلال منذ اللحظة الاولى لرحيله حفروا قبرا لكنه ظل فارغا من جثمان ابنهم هذه امه جاءت لقراءة الفاتحة ليس على روحه الغائبة فقط بل ايضا على جثمانه الغائب والد بلال يجلس بين القبور يقول ان الحياة الطبيعية تعني ان لا يموت بلال برصاصة اسرائيلية لكن حصل وقتلوه من الطبيعي ان يدفن بعدها لكن ذلك لم يحصل حجز الجثة لا اعرف ما الحكم وما الهدف وما المقصود من حجز هذا الجثمان وهذه الجثامين الطاهرة هنا ايضا عائلة اخرى تزور قبرا مفتوحا منذ شهور هذا قبر الشهيد محمد حمد قبر بلا جثة ينظفه ابوه من وقت لاخر وتمسح امه بيدها على فراغ تتخيله فيه تمسح رأس الفراغ ابني جي من زور القبر على امل ان احنا يأتي يوم وندفن ابننا في هذا القبر في الضفة الغربية واحد وثمانون قبرا فارغا لجثامين شهداء احتجزتهم اسرائيل خلال السنوات الست الاخيرة ومنذ عقود تحتجز اسرائيل مائتين واربع وخمسين جثة في مقابر الارقام الامر الذي جعل ملف الجثامين المحتجزة مفتوحا طوال الوقت بالنسبة لاهالي الشهداء فان وجود قبور فارغة باسماء اولادهم فكرة مرعبة القبور محفورة وعليها اسماء لكن جثامين اصحابها غائبة في ثلاجات الاحتلال عميد الشهاداء العربي رام الله ويتنضم إلينا من رام الله سلوى حماد منسقة الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي أهلا بك أستاذ سلوى معنا إذن بداية ما يزال هذا الملف أو الحضور الرسمي ضعيف ومتواضع في ملف الجثامين لماذا؟ فعليا على الساحة الفلسطينية هناك العديد من القضايا التي تحتل مساحة قد تكون أكبر من ملف جثامين الشهداء المحتجزة ولكن دعيني أقول أنه بتأسيس الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء في العام 2008 بدأ الجهد المنظم لعائلات الشهداء للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم ولا زالت هذه الحملة مستمرة كممثل لعائلات الشهداء طبعا معودة الاحتلال لاحتجاز الجثامين في العام 2015 وازدياد عدد العائلات التي فقدت أبنائها واحتجزت جثامينهم أصبحت هذه القضية تسكل إلحاحا للمجتمع الفلسطيني لا زالت تحتل المراتب الأولى ولكن نتأمل خلال الفترة القادمة مع وجود اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في السابع والشريم الآب أن تعود هذه القضية إلى سطح القضايا التي يتم التعامل معها والاهتمام بها على المستوى الشعبي والرسمي نعم طب مع الأهمية الكبرى بالفعل لجهودكم كمنظمات ولجهود أيضا العائلات بشكل فردي يعني هل هذه الجهود في النهاية قد تفضي إلى حل ما؟ طبعا وقد أفضت من البداية نتحدث اليوم عن 254 شهيد محتجز في مقاب الأرقام كان العدد هذا أعلى بكثير ولكن استطعنا استرداد جثامين 121 شهيدا وشهيدة منذ العام 2010 وحتى العام 2013 أو 2014 تحديدا تم استرداد جثامين 121 شهيدا وشهيدة أول جثمان تم استرداده من مقاب الأرقام كان جثمان الشهيد مشهول على الوري بعد 34 عاما من الاحتجاز إضافة إلى أن الاحتلال عندما عاد بقرار من الكابينة الإسرائيل احتجاز جثامين الشهداء في تاريخ 10-13 أكتوبر من العام 2015 احتجز ما يزيد عن 380 شهيد وشهيدة تراوح فترة احتجازهم ما بين ثلاثة أيام إلى ما يزيد عن خمسة سنوات اليوم نتحدث عن 81 شهيدا وشهيدة محتجزين آخرهم كان جثمان الشهيد محمد حسن من قرية قصرة الذي استشهد أثناء دفاعه عن بيت أخيه عندما جاء المستوطنون للاعتداء وتدمير المنزل وأطلق جنود الاحتلال الذين جاءوا لحماية المستوطنين النار على جثمانه كل هذه الجثمين فعليا تم استردادها واستعادتها ودفنها عند عائلاتها بالجهد الشعبي بالجهد القانوني وبدون جهود عائلات الشهداء المستمرة لن يتم حصول على جثمين الشهداء فبالتالي جهود العائلات هي الأساس لأنهم أهل هذه القضية وهم الأقدر على الاستنارية في نضالهم من أجل استعادة جثمين أبنائهم المحتجزة نعم بما ذكرت الجانب القانوني لدي سؤال بديهي لكن لماذا تحتجز قوات الاحتلال الجثمين يعني هي تدعي بأنها تحتجزها لمبادلتها في صفقات تبادل الأسرى دعيني أشير بأن جريمة احتجاز جثمين الشهداء ليست حديثة الاحتلال كان يمارس هذه الجريمة منذ بداية احتلال الاراضي الفلسطيني في العام 48 قد لا يكون واضحا بهذا الشكل الذي نعرفه الآن من وجود مقابر أرقام أو وجود ثلاجات يتم احتجاز جثمين الشهداء فيها ولكن كان يتم دفن جثمين المقاتلين الفلسطينيين في مناطق بعيدة عن أماكن سكناهم بدون إعطاء أي معلومات لعائلاتهم أين تم دفنهم في العام 2008 بدأنا نعرف عن وجود مقابر أرقام ونعلم جيدا أن الاحتلال يمارس هذه الجريمة كعقاب جماعي للمجتمع الفلسطيني بشكل أساسي ولعائلات الشهداء بشكل خاص ومنذ حوالي أربعة سنوات بدأ الحديث عن موضوع استخدام جثمين الشهداء في صفقة قادمة أو كورقة تفاوض لمعرفة معلومات عن الجنود الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة في غزة ليس لدينا أي معلومات واضحة إن كان هذا الملف سيكون أحد الملفات التفاوضية في أي صفقة قادمة ولكن نعرف من التجربة أنه عندما كان الحديث أو التفاوض على صفقة وفاء الأحرار في العام 2009 و2010 لم تكن قضية جثمين الشهداء ضمن ملفات التفاوض وفعليا أخذنا أول أمر إيجابي بتسليم جثمان الشهيد العاروري في العام 2010 أثناء عملية التباحث أو التفاوض على صفقة وفاء الأحرار نعم سلوى حماد إذن منسقة الحملة الوطنية لاستعادة جثمين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي كنت معنا من رامالله شكرا جزيلا لك مشاهدينا كانت هذه قضيات اليوم انتظرونا غدا في قضية جديدة والآن عود إلى جمال وما تبقى من أخبار الظاهرة